السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أبصرفي S نشاهده كثيرا لكن البعض يخطأ هل هي S؟ هل هي لي الملكية؟ هل هي اختصار لي S؟ هل هي اختصار لي Has؟ نتعلم في هذا الفيديو كيف أميز بين هذه الأسات نلاحظ على السبورة أحمد's nice أحمد's played video games أحمد's car نريد أن أميز لاحظ كلها أبصرفي S ماذا تعني كل واحدة منهما؟ اللاحظة الأولى أحمد's nice جاءت adjective يعني صفة جميل أو رائع إذن جاء بعدها بصرفي S صفة كما نعلم باللغة الإنجليزية بيكون الجملة شكلها بالأول فاعل subject بعدين عندنا verb الفعل عندنا compliment تكملة الجملة لحظة الفاعل أحمد تكملة الجملة nice لا يوجد فعل في هذه الجملة دائما أبداً إذا لم يكن هناك فعل واضح في الجملة يكون الفعل عنده إذن ياما أم is are يجب أن يكون هناك فعل في الجملة إذا لم يكن هناك فعل واضح كما قلنا يجب أن يكون فعل كون ياما أم يامز يمار ام يكون از يكون ار يكون لكن كما نعلم اي ام هي شي ات از وي يو ذي ار تكلمنا كثيرا عنها لاحظ احمد يعني هي يعني كون فعل الكون از اذا هذه الجملة تعني احمد از نايس يعني احمد يكون جميل بهذه الحالة الاباستروفي اس هي اختصار لي از اذا از تختصر اباستروفي اس بهذا الشكل اعتقد صارت سهلا افضل من اقول لكم احمد از نايس على طول انه هي اختصار لاز لا يجب ان تعرف انه الجملة فاعل وفعل تكملت الجملة نعيد مرة ثانية بسرعة الجملة الانجليزية يجب ان تحوي على فعل هنا لا يوجد فعل لاحظ فقط اباستروفي اس حرف وقبله فاصلة علوية لا يوجد فعل معاوة تتبادر للدهني انه لا يوجد فعل باللغة الانجليزية اذا لم يكن هناك فعل واضح بالجملة يكون عنده اذن فعل كون بهذا الحالة فعل الكون يام ما يكون ام او از او ار جمعهم معنى يكون اي ام هي شيئة از ويو ذي ار عندنا اباستروفي اس اكيد ليست ام اكيد ليست ار لماذا لانه هنا ار اي وهنا ام ضلح الوحيد هو از عندنا تصبح احمد از نايس فعل كون از هذه الجملة الاولى الجملة الثانية احمد بلايد فيديو جيمز لاحظ الفعل احمد وعدنا الفعل ممكن شخص يقول بلايد فيديو جيمز العاب الفيديو تكملت الجملة لكن شخص يقول هذه اس الملكية يعني مثل نقول احمد هاوس يمنزل احمد يأتي اسم لكن هذا فعل عند اذن يتبادر ذهني بيكون الفعل الاس مع بلايد اي زمان هذا بيكون مضارع تام present perfect يأما have have او has والفعل بالتصريف الثالث كما نعلم الفعل play يلعب الماضي played اسم المفعول played past participle اذا بيكون played اذا هذا نسميحنا p يقصد participle يعني اسم المفعول past participle اذا اسم المفعول بيكون have او has اكيد هي ليست have هي اختصار has والتصريف الثالث هو played اذا بما انه عدنا فعل بالتصريف الثالث معتها هذي بتكون عدنا هي has اذا تصبح عدنا جملة احمد اذا صار عدنا الاحتمال الاول بتكون ابصر في اس هي اختصار الاس ابصر في اس هي اختصار له has the third sentence الجملة الثالثة احمد سيارة احمد كما قلنا الجملة فاعل وفعل تكملت الجملة لاحظة الجملة الاولى جاءت صفة ليست جملة كاملة شبه جملة اسم وكل شخص يقول احمد فاعل عدنا car اسم noun يقول كما الحال الاولى انه هذا اختصار ل is يتصبع احمد is car هذا خطأ هل نستطيع نقول احمد يكون سيارة اذا هذا خطأ متى يكون is اذا جاءت صفة وهذا اسم ما تعدنا احتمال وحيد هي apostrophe s يعني the car belongs to احمد يعني السيارة ل احمد او مالك السيارة هو احمد اذا هذه ليست is اذا هذه is الملكية تحدثنا عنها بشكل مفصل بفيديو سابق الحب يرجع عليها موجود بالقناة حالات استخدام apostrophe s اذا هذه is الملكية اذا صار الملخص ملخص سابق اذا جاء بعدها adjective يعني صفة بتكون اختصار لي is اذا جاء بعدها verb يعني فعل بتصريح الثالث فعل معت اختصار له has زمن present perfect اذا المضارعة تان اذا جاء بعدها noun بيكون apostrophe s سميها genitive او position اذا s الملكية اذا بشكل مختصر اللحظة هذه الجملة it is easy to read sevens انه من السهل ان تقرأ سبعات بهذا الحالة اللحظ apostrophe s بعدها easy easy صفة معت اختصار لي is it is easy انه من السهل اللحظ sevens لا نضع مباشرة الس الجمع مع الارقام اذا كانت مفردة ننتبه مفردة اذا كان مثلا اكتب الرقم مثلا نقول 80s يعني الثمانينات 90s التسعينيات اذا هاي الس الجمع او مع السنوات 19 80s يعني الثمانينات لكن اذا كان رقم واحد لا نضع مباشرة الس الجمع نضع بصرف s read sevens اذا هاي الس الجمع لكن مع الارقام المفردة نضع بصرف قبلها بصرف s find all the s's letters in position يعني اجد جميع حروف ال s s's في ابحث ابحث عن جميع حروف ال s في هذه الكلمة لاحظ four s's لا نضع four force لماذا؟ لسهولة اللفظ four s لا نقل force بهذا الشكل هذا اذا كان الرقم مفرد كما قلنا واذا كان الحرف مفرد نضع بصرف s للحرف لكن هي ضمنيا هي s الجمع اذا كان اكثر من حرف واذا كان مع السنوات مع العقود بهذا الحالة نستخدم s الجمع مباشرة بدون بصرف s لكن اذا كان رقم واحد وحرف واحد نضع بصرف s لكن هذه ليست s الملكية هذه s الجمع لسهولة اللفظ لحظة هذه الجمع here's the pen اليك القلم او تفضل القلم هي اختصار ل here is نعرف يعني هنا يكون القلم مع التفضل here's the pen اختصار ل ابوسترفيس اختصار ل is there's a book اذا بعد here هي اختصار ل is there's a book اذا هناك كتاب او يوجد كتاب ايضا هي اختصار لي there is there is a book اذا يوجد كتاب it's good to meet you انه من الجيد منقابلتك it's nice to meet you اللاحظ جاءت صفة هي اختصار لي it is who's the man with احمد من هو الرجل مع احمد اللاحظ بعد هو هي اختصار لي who is من يكون الرجل مع احمد اذا who's هي اختصار لي who is he's a brave man هو رجل شجاء اللاحظ لا يوجد فعل كما قلنا عند اذا يكون he is هو يكون رجل شجاء اذا he's اختصار لي he is it's eight o'clock انها الساعة الثامنة دائما مع الوقت هي اختصار لي it it is this is your car هذه سيارتك اذا لا يجد فعل واضح بالجملة عند اذا يكون الفعل فعل كون this is اذا بعد here بعد there بعد it who this بيكون عندنا is واذا كان عندنا كما قلنا فعل بالتصرف الثالث بيكون has قبلها لم نصادف فعل بالتصرف الثالث لكي يكون زمن مضارع تام اذا مستبعد هاز اذا بهذا الحال بيكون is هي اختصار لأبوستروفي is اذا بهذا الشكل تحدثنا عن apostrophe as كيف اميز بين is كفعل كون بين apostrophe as ك genitive او نسميه position اذا ملكية او بيكون الفعل مساعد هاز بزمن المضارع تام ايضا اخذنا الامثلة اخيرة مع here there مع who مع at ايضا بيكون عندنا is اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة